تتواصل الجهود الوطنية والمبادرات المقدمة لدعم القطاعات التي لا زالت متأثرة من توقف نطاق نشاطها جراء تبعات جائحة كورونا وذلك بهدف ضمان استمرارية الأعمال وتعزيز فرص الاستقرار الاقتصادي منذ بداية جائحة كورونا اتخذت الحكومة المواقرة العديد من المبادرات والإجراءات الهدفة إلى استمرارية الأعمال في القطاعات التي تأثر نشاطها جراء تداعيات الجائحة العالمية وانسجاما مع الجهود الوطنية والمبادرات المقدمة لدعم القطاع الخاص سيتم توسيع نطاق الدعم ضمن برنامج دعم استمرارية الأعمال والذي تم إطلاقه لتلبية احتياجات القطاع الخاص في ظل الظروف الراهنة وذلك لضمان إمداد الدعم الممكن للمؤسسات العاملة في القطاعات التي لا زالت متأثرة من توقف نطاق نشاطها وذلك عبر دعم رواتب الموظفين العاملين فيها ويتكفل صندوق العمل تمكين بدفع خمسين بالمئة من رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في شركات القطاع الخاص التي لا يزال نطاق نشاطها متوقفا بسبب الظروف الراهنة وذلك لمدة ثلاثة أشهر وإعفاء تلك الشركات من دفع رسوم البلدية بالإضافة إلى إعفاء المنشآت السياحية من دفع الرسوم السياحية هذا وتم تمديد فترة الدعم عبر مراحل مختلفة وتشمل القطاعات المتأثرة من استمرار توقف أنشطتها مراكز الألعاب الترفيهية وصلاة الأفراح والفعاليات والمناسبات ودور السينما والمنتجعات الصحية اشتركوا في القناة